سألت محمود و جيمي عن تشكيلهم الأفضل أو التشكيل المسالي بالنسبة لهم في هذا المونديال. محمود نبدأ بك. يلا ما عايز تشكيل كامل ولا نقول خط تخط. ماشي. آه إلا عمام من حرس المرمض دفاع الوسط. ماشي. أنا أخذ الحارس. اللي هو هتلعب إيه؟ أربعة ثلاثة ثلاثة. حلو. أو أربعة يعني. ما أخذ ده أربعة ثلاثة ثلاثة. حتى مخشي قد. الحارس هنأخذ ليفاكوفيتش. حارس مرمو كرواتي. حلو. الدفاع أربعة عليمين حاكيمي. تمام. اتنين في القلب جافرديول وأوتاميندي. حلو. على الشمال سيو هيرنانديز. في نص الملعب سوفيانهم رابط. آنطوان جريزمان. مهم. لوكا مودريتش. مهم. واتشواميني. يعني هيبقى. أربعة أربعة. أربعة واحد اتنين واحد اتنين. عشان جريزمان فاحبتو في الثلاثة اللي قدام فاحبتو تحت اتنين مهاجمين. مهاجمين طبعا ميسي وامبابي. سهل. بس. سهل. خلص تشكيل. والله سهل. خلص تشكيل. ماشي. اتفاضل أستاذ ازاي شخصي. حراسة المرمو ياسين بونو. أيوة. باكرايت دومفريس هولندا. باكليفت تيو هرنانديز. اتنين سينتر باك جافرديول وتياجو سيلفا. رقم خروجهم بادري يعني. اتنين فوسط الملعب لوكا مودريتش ومرابط. دامون جريزمان كده اربعة ثلاثة. ميسي كلا لامبابي. وحروح لوليفيا جيرو. هوا سكيت شاكيل. جيرو والفريز. صح كنتما بين الاثنين. ما بين جيرو والفريز لاثنين عندهم اربعة تجوال. عشان كده كنت بقولك وإحنا اقف اير حتى الآن. يعني المركز ده تحديدا احسنوا بعد الفايل. ما بين جيرو وما بين جيرو والفريز. ان شاء الله الفريز يتفهم. في لعبة عصعب بقى. قول. من أفضل لعب في المنديال. يا دي صعب قوي يا. وزهر. ازاي انفكر سنتين ونصف كده في الموضوع. ده ما انت بتقوليش ميسي. وقول لهم انت كده حاجة يعني بصر الكاميرا وقول لهم حاجة ميسي. لا اقول ليونيل ميسي. اه. وفي اتنين ليونيل. واحد اسكلوني وواحد ميسي. واحد عادي. هتول ميسي الوحدة. هتول ميسي الوحدة. ها. تختار ميسي طبعا. أستاذ جيمي. ايه التنهيده دي بتفكر في. لا والله لا. فعلا. فعلا. أنا بالنسبة لي. لا بالنسبة لي. يحسمها. كاس العالي. يحسمها لقب كاس العالي. ها. لأنه. جريزمان عامل عامل مونديال عظيم. أنا منباهر بأداء جريزمان في البطولة دي. كلها ننبابي. عامل أداء ممكن للنهاردة واحد من أسوأ مبارياته. ده من جلتارة كمان ما كانش في أفضل شيء. لكن بالنسبة لي جريزمان من منتخب فرنسا. ميسي طبعا أداء عظيم. وإن لم أكن مبالغا. فأنا بالنسبة لي سوفان مربط واحد من أفضل اللعيبة اللي في البطولة. اللي ينافس على اللقب أفضل لقب أفضل لقب أفضل لقب أفضل عليهم. لا أبالغ. ده يعني بنقوله من دورة الستاشر. لا أنا شايف أنه ينافس على اللقب. أتمنى أن يحسن الماكس الثالث عشان ياخد الكرة البرونزية على لوكا مودريتش. أوكي حلو. لأنه بالنسبة لي ميسي ومبابي هو اللي هيخسر هيديله أحسن ناعف البطولة واللي هيخسر بياخد التاني. براف عليك. عشان دايماً بيبقى مودريتش خسر ناعفه 18 في حدر الكرة. بس أولك حاجة. أنا مبابي منباير جداً بدوره. أنا قلت كده النهاردة في المقدمة أنه لو لو وجود ميسي ومبابي كان سوفيان مبابي ممكن ياخد أفضل في البطولة عادي. وجريزمان. جريزمان عامل أداء خرافي. مودريتش عامل أداء خرافي مع المنتخب. وجريزمان كمان في العمر ده 7-30 سنة بالكياس مع العمر. بس أنا هميل جداً جداً لليونين ميسي. ماشي متفق. دي نسخة. دي لأ مش بس عشان آخر البطولة. دي النسخة الأولى للأرجنتين إذا بشوف منتخب مش منتخب أرجنتين. هو منتخب ليونين ميسي. يعني في أجيال كتيرة للأرجنتين. آه برضو كان ليونين ميسي هو اللي بيحرق كل حاجة. بس دا في نجوم تانية. في نجوم تانية في المنتخب. لكن المنتخب دا حرفياً هو اللي وصله الفاينل لهنا بيدراعه. اتفق والله. أنا بيدراعي وبرجلي ليونين ميسي هو اللي وصله. أعتفق. أعتفق جداً جداً جزيلاً. قريباً إذا كانت جداً 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 جداً.